لو انت بتعاني من مشكلة غشاوة على العيون او ضبابية في الرؤية اكيد هتفكر ان انت تروح لطبيب العيون طيب رحت لطبيب العيون وطبيب العيون قالك ان نظرك تمام وما فيش مشكلة في العيون يا ترى هيكون ايه السبب؟ ده تفكيرك اللي هيروح لي انا معاك دلوقتي عشان اقولك الاسباب اول حاجة اكيد ممكن يكون عندك ارتفاع في الدهون السلاسية او الكوليسترول بنسبة عالية جدا في الدم تاني حاجة يكون عندك السكر عالي جدا وانت مش مسيطر عليه تالت حاجة هيكون عندك انيميا حدة ممكن تكون توصل اقل من العشرة في الوقت ده علشان ان انت تتعالج لازم تعمل ايه؟ هقولك الحاجة اللي بتزعلك في الفيديوهات لازم تعمل تحليل اكيد عشان نعرف السبب ونبدأ نعالجه اول حاجة تحليل ليه الكوليسترول والدهون السلاسية تاني حاجة تحليل السكر التراقومي تالت حاجة هو تحليل الدم عشان نشوف الانيميا نسبتها ايه؟ هل في انيميا عندك ولا ما فيش انيميا والانيميا نسبتها قد ايه؟ طبعا كل سبب من الازبات دي بيكون ليه العلاج المناسب بتاعه شكرا ليكم وسلام عليكم